وكيف سأنزل إذن الآن؟ سأخبر وفي أن تطلب المساعدة أوه شادي الحمد لله ظلنت أنني لن أرى اليابسة مجددا انتبه شوف تصديق فينا أهو الله عجلة القيادة حط تمر لا أستطيع التحكم العجلة لن تعمل شادي ماذا عن دفتك تلك؟ أوه لا لا تزال هناك على الشاطئ كلنا ننجرف في البحر أوه لا أحتمل هذا مطلقا هناك حل واحد فقط سأتصل بالإطفائي زامي مشكلة في البحر؟ أه؟ رسالة أخرى؟ يا للهول لماذا كل هذا؟ محسن وليلى وشادي ينجرفون في الخليج آه انتظراه ورئيس قسم الإطفاء عالق فوق منزل فتحي عجباً أنت سأل وإن كان سيقلع بطائرته؟ أنا وأماني سنأخذ فينس وننقذ من في البحر أيماً خذ جوبيتر واذهب إلى منزل فتحي حاضر سامي أستطيع رؤيتهم هيا بنا أنا أستطيع رؤيتهم أماني سأتولى أمر الزورق يا أماني وأنا سوف أسحب قارب شادي محسن ارمي لي حبلاً وسأربط الزورق بقارب شادي حسناً يا سامي وأنا سأربط قاربك بقاربي سنكون عند الشاطئ قريباً أنا في شوق لأضع قدمي فوق اليابسة لا تقلق سيدي سوف أمزلك بسرعة لا 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 سوف أثبتها سيدي هل أنت بخير؟ طبعاً أنا بخير أنا بخير مجرد روتين يومي أختبر الطائرة الورقية أتريد مني أن أخذ هذه إلى ابن أخيك؟ بتأكيد لا إنها لي لا شيء يدعو إلى الخجل يا سيدي محسن غانم علقة في البئر؟ حسناً هناك صبيون في البئر المجاور لطريق الوادي بسرعة يا سامي ربما ينقصه الطعام لن نستخدم السلمة للمزول إلى البئر لا يزال في أعلى برج التدريب وإحضاره سيستغرق وقتاً إذن عليك الإنسلاق لأسفل البئر يا سامي حظاً طيباً خذ يا محسن كي تحافظ على قوتك آه شكراً يا أمي مكادوا نصل يا أمي إنه سامي لقد جاء أخرج يا سامي قل إنك ستفعل بالطبع سأفعل يا ليلى حسناً يا أمي أربط الحبلة إلى تلك اللافتة وأنا سأتفقد محسن حسناً يا محسن اهدأ سأنزلق إلى أسفل البئر حتى أخرجك حسناً يا سامي كن حذراً سامي أليس شجاعاً آه لقد أوقعت كل نقودي لا تبالي لذلك يا محسن محسن ما الذي أنزلك إلى البئر آسف يا أمي لم أستطع الانتظار حتى يوم ميلادي لأشتري لوحة زلج سمعت أن البئر مليئة بالنقود ففكرت في استخدامها للشراء واحد أوه أنت عديم الصبر يا محسن غانم أعلم آسف كل ما في الأمر أنني أحببت لوحة زلجي ولهذا اشتريت لك هذا شكراً يا تامير ولكن محسن هناك شرط واحد اللعب ممنوع وخصوصاً التزلج داخل متجار أمك لن أفعل أعدك يمكنك فعل ذلك يا أيمن هيا تشجع أنا أتعلق وأمثر إلى الأرض سأهبط بالطول وبالأرض أهديراً أحسنت صنعاً يا أيمن بقي شخص واحد عليه الانزلاق كلب ينزلق هذا لا يصدق ليس شمشوم وإنما أن أنا في الأعلى لقد قلت إن هذا جوهري لرجل الإطفاء العصري لا لا لقد علقت النجدة هيا إسحباني ساعداني أيا بالسرعة المشكلة في أذني إنهما أكبر من أذني أوه هذا سخيف نحتاج إلى المساعدة كان يوماً سيئاً من الصبح حتى الغروب قطعت المشت فقد طلقت ثم أصبت بالكسور ماذا؟ رأس رئيس قسم الإطفاء علقة بين قطبان السياد؟ سامي وأماني لم يعودا وأنا الوحيد هنا لا أستطيع فعل شيء أو ربما أستطيع هناك شخص في ورطة يجب أن أفعل شيئاً نينا 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 هلا منظرين إنه أيمان أيمان؟ مستعد لأداء الواجب أنا مستعد وقوي لا مشكلة سأخرجكما تامر أحضر لي جهاز الخالع إنه في مؤخرة السيارة على الفور النساء والأطفال أولاً أوه ولدي الحبيب أنت بأمان أريد منك الآن أن تحررني من أمي أحسنت أيمن ولكن لنبقي الأمر سراً بيننا من فضلك حاضر يا رئيس قسم الإطفاء هل كل شيء بخير؟ نعم كل شيء بخير والفضل لأيمان إنه باطل يا سامي يا له من رجل إطفاء الإطفاء أيها أيمن دائماً مستعد وقوي يا سامي حتى بصاق مكسورة حسناً أماني بل لأنني لا أريد يعني أنني لا أبالي إن كنت تظنني ضعيفة النجدة النجدة أوه اسمك هناك من يصرخ النجدة لقد عليك السنف قادم من الجرب هيا بنا النجدة النجدة إنتها أماني حمداً لله أنكم هنا لقد عليكم على أحدنا أن يطلب المساعدة انتظري لحظة ماذا تحملين بيدك؟ آه عصى استغاثة ماذا؟ يجب أن لا تلعب بها لقد وجدناها وكنت سأعطيها للإطفاء سامي أحسنتي ولكني بحاجة إليها الآن فاتن أيمكنك رميها إلي؟ أنا؟ آه حسناً آه رمية رائعة يا فاتن آه 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 عجباً ما هذا؟ أين ذهبت العصى؟ آه الاستغاثة؟ آه لقد انطلقت من الجرف سأتصل بالإطفاء سامي آه نور استغاثة انطلق من الجرف؟ آه آه رأى فاتر استغاثة يا سامي لابد أن أحداً ما في ورطة سيقابلك فاتناك بالمروحية آه حمداً لله جاء فات جاء الإطفاء سامي آه شكراً لكم أمضيت وقتاً في التغطيط له ويشرفني القول أبي أبي ثومة الأسميدة لا تقاطعيني فاتن يشرفني القول إن كل عمل الجاد هو أبي آه ثمت أبي ما ستغطيط جداً؟ آه أنا لا أستطيع هذا آه اتصلوا بالإطفاء سامي الأسمدة تحترق في منزل فتحي ليس هناك أحد إلا أنا وأنت الآخران ذهبا إلى عرض الورود نحن ذاهبان إلى هناك أيضا هيا تراجعوا جميعا اتركوا الأمر للمختلفين سامي وأماني في طريقهما إلينا أعفوا للمختلفين ترجمة نانسي قنقر شكراً جزيلاً لكم يا سامي وأماني لم أكن أعلم أن كومة الأسمدة ستكون خطرة لهذا نصحت فتحي بتقليبها دائماً حتى تبرد فتحي؟ نعم صحيح فاتن ظلت تذكرني ولم أستمع كنت أظن أني أعرف ما أفعله للأسف لكن كيف بدأ الحرق واحدة؟ عندما أخرج فتح الكوسة خلف فجوة الأسمدة كانت حارة جداً أصلاً وعندما دخل الهواء الفجوة تسبب بالحريق أعتذر من الجميع أردت لهذا العرض أن يكون ناجحاً والآن أفسدت كل شيء لا أبي لم تفعل آه ابنتي من فهد إلى الإقصائي سامي هل تسمعني؟ أسمعك بوضوح يا فهد حددت موقع الحافلة إنها عند المعبر يبدو أن تامر انحرف عن الطريق وعلق المكان موحل جداً هناك شكراً يا فهد نحن في طريقنا أمل أن يكون الجميع في الحافلة يمكن للمرء أن يضيع بسهولة نعم لا يمكن أن أجول هناك أبداً في النهار فكيف في الليل؟ أسمع صوتاً مروحية فهد هنا أنا هنا أرجوك آه لا يعلم بأنني تهد محسن هل تحاول وخافتي؟ أوه وظل تامر هاااااااااا مستهدور عودة إلى البادي أنا جافع هل الجميع بخير؟ أوه سامي الآن فقط أشعر بالإتمانات حسناً سوف نعيدكم إلى الطريق أين تامر؟ يطلب المساعدة يا لشجعته ترك الحافلة سأقوم بالاتصال به لا توجد تغطية قد يكون في أي مكان أيمن أربط حبل القطر بالحافلة وسأتصل بفهد حاضر سامي فهد أنا سامي السيد تامر في مكان ما سنحتاج إلى مساعدتك في إيجاده لا تقلق سامي أحتاج إلى شخص آخر معي لا تقلق اعتمد عليه حسناً سامي جاهزون للأسف ليس لدينا شائق لدي كلب كلب كبير أترى ماذا؟ شواء تامر أشعل ناراً في شجرة في الغابة؟ حريق في منطقة التنزه أرجو أن تكونوا جميعاً أنتبعتم لدرسي هذا الصباح حسناً يا أيمن يبدو أنك ستأكل السجقة في وقت أبكر مما ظننت أمن أن يكون قد تبقى منه شائق سنحتاج إلى خرطومينا لإطفاء هذا الحريق حسناً سامي والآن يا أيمن افتح الماء سامي انظر هناك واحدة من قوارين الغاز قد تتكلم في أي لحظة أحسنت لأنك رأيتها هيا أبقل جميع بعيداً بينما نسيطر على الحريق يا أيمن حاضر سامي هيا تراجحوا جميعاً من هنا أماني استمري في رش الماء على عبوة الغاز لتكتيها باردة بينما أطفئ ما تبقى من الحريق لا تقلق سامي استمري انتهيت انطفأ الحريق هل نستطيع أن نذهب لنرى إن كان قد تبقى أي سجق أو قريدس أيها الإطفاء أي سامي آسف يا محسن فعبوات الغاز يمكن أن تظل حامية لمدة طويلة ولن يكون الاقتراب من هناك آمناً آه علي فقط أن أخذ ما تبقى من سجقي سأخذ ما تبقى من القريدس لكني أشعر بالجوع الشديد حتى إنني لم أشم رائحة ذلك السجق أو القريدس ربما تقيم الشواء بعيداً عن الأشجار في المرة القادمة وربما تقلل من كمية الفحم تلك آه أنت محق يا سامي إنها غلطتي أيضاً يا تامر فقد كنت أتباهى قليلاً الآن لا أحد يستطيع تناول سجقي ولا حتى القريدس مهلاً برميل الزيت جعلني أفكر في شيء ما مش مش محاصر في قبو مليء بالماء وفتحي معه هناك أيضاً أخرجني من هنا وسنذهب لإنقاذي على الفعور يبدو أن القفلة تعطل أماني محطة لا أستطيع تحريكه أيضاً لكني سأستخدم الفأس لا 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 تقلقوا علي اذهبوا وارقذوا فتحي سلامة الناس أولاً هيا تعرقوا بسرعة إن كنت متأكداً يا سيدي فهيا إذن لنذهب قبلوا موفقاً آمل أن يكون فتحي بخير أحتاج إليه لكي يغني معي لا تقلق يا أيمن أنا متأكد أنه سيكون بخير اتبعاني حسن إنه في الداخل صحيح؟ فتحي أريد منك أن تتراجع إلى الخلف أنت ومشمش لأنني سأحطم الباب بفأسي فهمت يا سامي اقفز هنا يا مشمش لكي تبقى جافاً يجب أن نغلق صنبور الماء أو نجهز المطقة أولاً كل شيء في وقته أول شيء هو ضمان سلامة فتحي ومشمش فتحي هل أنت بعيد عن الباب الآن؟ أجل سامي أمسك ذراعي يا فتحي أحسنت سامي أوه مشمش أنت بأمان بقيت هادئاً تماماً وفعلت كل شيء على حدة ليتني فعلت ذلك ما كنت تورط في هذه الفوضى لا تقلق على الأقل أنت بأمان نعم شكراً جزيلاً لك يا سامي هيا فتحي لنذهب ونغني أغنيتنا مهلاً يا أيمن كل شيء في وقته أليس كذلك؟ نعم كان علي أن أغلق مفتاح الماء الرئيسي أيمن سيساعدني لإحضار المضخة وضخ الماء إلى الخارج وأنا سأذهب لإخراج السيدة العجوز من الخزانة وبعدها سنلتقي عند رصيف الميناء لنستمع إلى أغنية أيمن وفتحي فتحي أيمن فتحي أيمن يا أيفة نحن نتراشق مرحباً يا فهد حسناً؟ تظاهر بأنك تطفئ حريقاً كبيراً أعني حريقاً كبيراً جداً حسناً هكذا؟ هل يمكن أن تظهر الحماسة أكثر؟ أخرجوا حريق هيا أخرجوا هذه هي ما رأيك باستخدام فأس الحريق؟ سأنزرق على العبود إذا شاءت فكرة ممتازة ورائعة لا بأس ستعود إلى مكانك الأساسي حان الوقت يا فاتن فهد خلق الحبل الآن ودعنا أيها الحب الصغير شكراً يا فهد أتظن أنه سيكون بخير؟ سيكون بخير قد أصبح في مكانه الصحيح إلى اللقاء شكراً لا مشكلة يا فاتن حسناً يا فاتن لنعود إلى منزلي لنرى من إصطاد مخلوقات أكثر من البلك الصخرية وكأننا لا نعرف سلفاً ماذا تريدين أن تفعلي؟ لا تستطيع الكلام يا فاتن وما أدرك بذلك؟ هيا اذهبي أذهب إلى منزلك اه اه انتهت المشاكل أخيراً سأعود إلى العمل نعم وحان الوقت لأقوم بأعمالي البسيطة النجدة لقد علقت مخزن اه شخص آخر في ورطة النجدة أمي لا أستطيع تحرك قدمي أبداً اه عجباً ماذا فعلت الآن؟ هذا الأسمنت سريع الجفاف يحتاج إلى دقائق ليجف لا تقلق يا محسن سوف أخرجك محسن غانم متى ستصبح مهذباً؟ آسف أمي أوه لا أطلب إلا السكينة والهدوء هذا صوت إنذار حريق وذاك دخان ناجم عن حريق آه مجشري سأتصل بفرقة الإطفاء توقفي ليلى يجب أن لا تدخلي مبنى يحترق أبداً سأذهب إلى البيت وسوف أتصل بهم من هناك هذا سيستغرق وقتاً سأذهب وأحضر المساعدة بسرعة سامي مرحباً أيها الإطفاء سامي كنت فقط آسف يا فارس حالة طارئة سأعيد هناك رائع أنا لا أفهم ظلنت أننا لن نتوقف عن العمل اليوم هذه ليست طريقة لايقة يوضي بها رجل الإطفاء عطلته لا وقت للشرح يا سيدي هناك حريق في متجر ليلى حريق وأخيراً بدأ العمل اتصدقوا بأهلاً لم يقرع الجرس آه سأجرب ركوب نوع التسلج حمداً لله أنك عدت سامي مذهل انظروا إلى كل ذلك الدخان رائحة طلعتك رائحة المروج أيمن اقطع الكهرباء عن المتجر أصدقوا من المؤسف أن رائحة الحرائق ليست منعشة كهذا الحريق انتبه كنت أدهسهما أتسأل إن كانت الحالة الطريقة متصلة بهذين الخارقين ألديك فكرة عن مكان فاتن ومحسن؟ قالت فاتن إنهما في الحقول شمسوم يريد منا أن نتبعه سأخذ سيارة الإصعاب ربما تأذيها هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لا أستطيع الخروج فقط باب مقعد الراكب عالق أوه فتحي حسنا تراجعوا جميعا إلى الخلق أماني مدي خرطوم الماء حول مقدمة الشاحنة في حال احترق شيء سنضطر لخلع الباب لمحررك يا فتحي أماني أحضري أداة الخلع كيف حدث هذا؟ هنا لابد أن السبب هو خروفان هاربان نعم كنت أحاول جمعهما في حذيرتهما بشمشوم صحيح؟ أخبرتك أنه ليس كالبراعي أعلم هيا فتحي أعطني يدك شكرا سامي يا للهول ليتني أستطيع جعل الأمور أفضل سأتصل بقسم الإطفاء لأحذرهم بشأن الخروفين ماذا؟ الآن أنباء جيدة السيد فتحي كان في ورطة وهو بأمان الآن شمشوم أحسن صنعا إنه بطل قال سامي شيئا عن خروفين هاربين سيدي الفواغ لقد انتهى قال فتحي يعالج بالقوف حادث في الباحر؟ إنه شادي إنها عائلة شادي ثانية لقد جنحوا في قارب شادي انطلقي بسرعة أماني هيا لا أعتقد أنك بخير لتقومي بهذا العمل سأذهب بدلا عنها السيدي متأسف أمان أماني هي الخبيرة هنا هيا خذ السيارة واذهبي اسمع سأعالج هذه الحالة الطارئة ثم سأعود إلى البيت حسنا إنه يوم حافل جدا لا جدوى يا شمشوم لا أستطيع البقاء بعيدا أكثر هيا أماني هيا يمكنك فعل هذا هيا أماني لا جدوى أنا أعرض الجميع للخطر أنا آسفها سيدي لا أقوى على تنفيذ عمليات الإنقاذ يجب أن ترسل سامي حسنا أماني ابقي مكانك المساعدة قادمة أيمن أطلب من فهد أن يحضر المروحية إلى رصيف الميناء سأجعل سامي يقابله هناك سأفعل سيدي سامي أجل سيدي أنت سريع أنا مستعد لأداء الواجب ما الحالة الطارئة؟ لماذا توقف المركب؟ هناك مشكلة ما الأمر يا أماني؟ هل تأذيتي؟ لا أظن أني مصابة لحمة لنخرجك من هنا الماء يبدو هادئاً ولكن من السهل الإنجرف عميقاً في البحر لم نكن حذرين سأتصل بالإطفاء سامي أحسنت يا مش مش وداعاً يا شطيرتي فارس ومحسنت أهاني في البحر بلغنا أن صبيين مفبودان في البحر يبدو أنه عمل المروحيات من المستحسن أن يخرج فاهد في مروحيته حالاً يا سيدي دعي الأمر لي سامي يمكنك القدوم يا مش مش لابد أن ساميحة تتساءل عن مكانك الآن أنا القبطان وقراري أن نجدف نحو الشاطئ لكننا لنعلم أين هو الشاطئ رقم أبحرنا بعيداً عن اليابسة آه 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 آمل أن يكون بخير إن كان في البحر سيجدهما سامي آه 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 أنا آسف يا سامي نملى في القارب مذهل رائع رائع للتزحلق أرأيتم؟ أخبرتكم أن هذا سيكون ممتعا سامي أعده في وقت سابق حتى يسليكم سأكون الأولى أريد أن أكون الأول رجاء اسمح لي أنا أنا الحقيقة سامي كان ليرينا كيف نفعل ذلك أولا لو كان هنا حقا؟ بالتأكيد قائد الروادي الجيد ينطلق أولا دائما أنت لست خائفا أليس كذلك؟ إن كنت خائفا فأنا أستطيع أن أكون الأول وأكون القائد لا محسن سأفعل ذلك إهدأ يا تامر أنت لا تخاف المرتفعات يمكنك فعل هذا يا فتى يجب أن لا أخذي للأطفال فقد صلت لك الأمان أسنا ها أنا ذا واحد اثنان ثلاثة النجدة لقد علقت أنزلوني هذه فعلتك وغلقتك أنت يا محسن سأهرأه إلى مركز الإنقاذ الجبلي وأخبر فهد وهو سيتصل بالإطفاء سامي تمسك يا تامر سأحضر لك المساعدة فهد فهد لا من الأفضل أن أحاول الاتصال وطلب المساعدة مرحبا مرحبا الإطفاء سامي الإطفاء سامي من هذا أنا محسن غانم محسن غانم ماذا فعلت الآن يا صغير تامر في ورطة كبيرة في مركز الإنقاذ الجبلي هنا ماذا تامر في ورطة حسنا نحن قادمون لا أستطيع التمسك أكثر لقد اتصلت بالإطفاء سامي وهو قادم حسنا يا تامر أفتت يديك وسيكون هبوطك آمنا مدهش كان ذلك مدهشا جدا هل أنت بخير يا تامر؟ آه أظن ذلك شقلبة ثلاثية رائعة ما أروع فعل ذلك ألم يكن تامر لامعا ما رأيك بهذا يا محسن أنا آسف لأنني شككت فيك يا تامر أردت فقط أن أكون قائد هذه الرحلة ستبقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة